السلام عليكم حبايب قلبي يا رب تكونوا بخير بإذن الله في الفيديو ده هنتعلم حاجة فريدة من نوعها وهي إزاي نركب كانولا في القدم والطريقة مشابهة جدا لتركيب كانولا في الدراع ويا ريت قبل ما نبدأ ما تنساش تضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان غيرك يستفيد ونسمي الله ونبدأ وأول حاجة نحتاجها وهو تورنيكيه أو جلافز عشان نربط فوق المنطقة اللي احنا هنركب فيها وطبعا هنحتاج بلاستر معان عشان نسبت الكانولا بتاعتنا وأنبول مية أو محلول ملح عشان نعمل به التست أو نتأكد إن الكانولا شغالة بعد ما نركبها وآخر حاجة هنحتاجها طبعا وهي الكانولا وعايزك تعرف إن الكانولات مقاسات مختلفة فيه اللون الأصفر والأزرق والبينك وفيه ألوان تانية ومش عايزك تقلق بعد ما هنركب الكانولا بتاعتنا هعرفك المقاسات والاختلافات اللي بينها بالإضافة المعلومات مهمة جدا هتتقال في آخر الفيديو فأتمنى إنك تكمل الفيديو للآخر وعايزك تعرف تفرق كويس ما بين أمبول الليدو كاين وأنبول الووتر اللي هو المية لإن الليدو كاين ما ينفحش يدخل فيه الوريد لإنه بيأثر على عضلة القلب ودي نظر على أمبول الليدو كاين من قرب هتلاقي مكتوب عليه ليدو كاين وده عبارة عن مخدر موضعي بنيديه في الحقن اللي هي بتطعطي عضل عشان يخفف الألم أو يسكنه الأمبولي الثاني هتلاقي مكتوب عليه كلمة ووتر يعني مية وممكن تلاقيه على شكل إزاز زي كده أو ممكن تلاقيه على شكل بلاستيك اللي اتنين واحد وتجهيز الكانولة بتاعتك بسيط جدا هتفتح الجزء الأصفر اللي هو فوق ده وتاخد الجزء الأبيض اللي هو وراه ونحافظ عليه هنا والكانولة بتاعتك تتمسك بنفس الطريقة دي كده وأول حاجة نعملها وهي تنظيف قدم المريض بالكحول الرجل كلها لأن احنا عارفين إن المنطقة بتاعت الرجل بتبقى مليانة أتربة عن أي منطقة تانية في الجسم ونبدأ نمسح القدم لحد القدم اللي معانا ما تبقى جافة تماما وهنربط الترنكيه بتاعنا فوق القدم بأربح صوابع مكان صباعي ده بالزبط وهتطلب من المريض إنه يعمل الحركة دي ولو هو ما يقدرش يعملها انت اعملها له لحد ما تبدأ الأوردة اللي عندك إنها تظهر زي كده هنا في وريد كويس ظاهر إدامي ممكن أركب فيه ولو دورت تاني زي كده هلاقي برضو وريد تحت صباعي مش شايفه لكن أنا حاسه تحت صباعي الإحساس بتاعه بيبقى غريب شوية عن ملمس الجلد وإنت ممكن تحسه بإنك تحط صباعك على أي وريد عندك لكن أحنا طالما عندنا أوردة ظاهرة خلاص نركب فيها أفضل وناخد مسحة بكحول فوق الوريد اللي إحنا حددناه وهنركب فيه وتركيبة الكنولا بتاعتنا بتبقى بنفس الاتجاه ده كده اللي هو السن بيبقى اتجاه الجسم مش العكس ونعمل عملية تثبيت للقدم نخلي وشها الناحية دي كده ونحاول نشدها سننا عشان الوريد يثبت معانا ما يتحركش وبدأ يظهر معانا دم هنا يبقى احنا كده في المكان السليم في قلب الوريد بتاعنا كل اللي عليك بقى إنك تسحب السن بتاعك لبره سننا وبالصبع ده تدخل الجزء البلاستيكي زي كده نفك الجلافز بتاعنا وتبدأ تضغط بالاربح صوابع دول ورا هنا واتطلع الجزء المعدم كله وناخد الجزء الابيض نقفل بيه ونبدأ نثبت الكانولا بتاعتنا ودلوقتي نعمل عملية تست او تفليج للكانولا بتاعتنا عشان نتأكد اللي هي شغالة هنضغل بالاربح صوابع دول ورا الكانولا بنفس النظام ده كده نفتح الجزء الاصفر وناخد الجزء الابيض بتاعنا نحطه فوق بالسيرنجة اللي احنا مجهزينها ممكن يكون فيها محلول ملح وممكن يبقى فيها أمبولات مية ونبدأ ندي الحقنة بتاعتنا ببطء زي كده وانت بتديها تلاحظ المنطقة اللي ورا دي لو ورمت ازرقت المريض قالك نحاسس بقلم شديد ممكن يبقى الكانولا بتاعتك خرجت من مكانها انما لو الحقنة بتاعتك اتعطت سهلة زي كده خلاص يبقى الكانولا بتاعتك في المكان الصحيح وبعد ما ركبنا الكانولا بتاعتنا نيجي للجزء النظري واهم سؤال وهو متى يتم تركيب الكانولا في القدم بنركب الكانولا في القدم في ثلاث حالات رقم واحد وهم الاطفال وخصوصا حديث الولادة لان معظم الاطفال الاوردت بتاعتهم اللي في القدم اوضح من الدراع وده مش قعدة سابتة دي حاجة كده بتيجي مع الخبرة رقم اتنين المرضى اللي اوردتهم ضعيفة او مش ظهرة زي الناس اللي بتاخد علاج كيماوي او الناس السمينة اللي هي تخينة شوية وانت حاول تتركب فيه الدراع ومش نافع فبتضطر انك تركب في القدم رقم تلاتة وهم الحالات الخاصة امثلة عليها لو مريض دراعه مقطوع مريض مجبس دراعه او دراعه مكسور مريض عامل عملية في دراعه ولو مريض عنده اي نوع من انواع الورم في الدراع سواء ورم حميد او ورم خبيس ولو فيه جلطة في الدراع لو فيه جلطة في الدراعين مينفعش تركب فوق اجيد هتركب في القدم لو فيه جلطة في دراع واحد فممكن تركب في الدراع الثاني مفيش مشكلة وبهذا النظام كل اللي عايز اوصله لك ان احنا بنجرب الاول في الدراع لو في مشكلة بنتطر ان احنا نركب في القدم وبالنسبة لحجم الكانولا اللي بتركب في القدم اشهرها الكانولا السفرة او الكانولا الزرقة لانك لو جرب تتركب كانولا بينك دي بتبقى مؤلمة لان حجمها اكبر وكام يوم الكانولا بتفضل في القدم من يومين لتلاتة لكن في حالة لو الاوردة صعبة جدا وانت مش لاقي اوردة تانية ممكن تسيبها اربع ايام وبكده حبايب قال بالفيديو بتاعنا خلص يراب اكون قدرت اافتكم حتى لو بمعلومة واحدة وياريت ما ننساش نضغط لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان الفيديو ينتشر وغيرنا يستفيد واللي عنده اي سؤال او اي استفسار يكتبهولي في الكومنتات او يبعتهولي على الانستجرام لينك الانستجرام انا سايبه في صندوق الوصف والسلام عليكم